السلام عليكم شو ايكم شباب. فيدي اليوم كيف انك تركض بوب جي ستي من خلال كبسة الدابليو بدون استخدام كبسة الشيفت. فالخطوات بسيطة بس بدأ شوي التركيز وفي يعني معضلة بالجيم لازم يعني يعني ركز معي كتير منيح عشان ما تسويش اشي غلط و لانه في شغلة يعني اه شو ما بدي يقول لك يعني تخرب عليك كل الاعدادات ازا ما طبقتها بالشكل الصحيح. فاول شي اول خطوة بال اه بهذا الفيديو انك تروح قبل ما تدخل يعني مودة تدريب تحول لغة اه الاعدادات وكل شيء للعربية عشان تفهم افضل بشكل افضل. بعد ما تدخل تدريب وبعد ما تحولوا للغة العربية تروح على الازرار بخانة خانة الازرار. تنزل لي جوه. تروح على خانة الركض شايفها. هي تكون على التعليق غالبا. لكن احنا بدنا نخليها على التبديل. تخليها على التبديل تعطيها تطبيق ماشي. هون من هاللحظة هاي بدي اياك تركز معي كتير منيح. حط هاي على التبديل. نشرح الفرق بين التبديل وبين التعليق. التعليق التعليق يعني لازم تضل ضغط على الكبسة عشان تقدر تسخدمها. اما التبديل ضغطة واحدة بس وتشيل اصبعك عنها يكون تفعلت لكبسة. مثلا الركض تضغط على ال W. والشفت بدك تضل ضغط عليها عشان يركض. هاي التعليق نسميها. التبديل تضغط مرة واحدة عشفت وضل ضغط على ال W عشان يركض. بس احنا بدنا نلغي الشفت. متنم اقتلكم تخليها على التبديل. بعد ما تخليها على التبديل تتأكدوا انه عندك هدول اتنتين هون. اه تقدم الامام على ال W. والركض تكون على الشفت. تطلع. هون بقى بدنا نتأكد. عبير قوت. ليش? لاني ضغط على الشفت مرة واحدة. ضغط عليها عليها مرة تاني. اه وخلك ضغط على ال W تشوفوا اللاعب يمشي. اللي بدي اياه منك انك اه تضغط مرة واحدة على الشفت بس مرة واحدة وشيل اصبعك. وتأكدوا ان اللاعب عبير قوت. بعد ما تشوف اللاعب عبير قوت. حلو. تروع على العدادات. على الرابط الرئيسية. تجي على كبسة الشفت بخانة الركض. بالرابط الرئيسية تضغط عليها بالكبسة يمين. اه يمين بالفارع. تضغط كبسة ال E C. اه ال E S C. بزاوية الكيبورد من فوق على ايدك اليسار. مرة واحدة عشان يعني نشيلها خلص هاي الشفت. بعد ما شلنا الشفت. نرجع. نتأكد. تضغط على ال W باس. شايف شلون؟. الساعة مهما كبست على الشفت. الساعة مع يعني الكبسة الشفت يعني خلص صراحة المسحت من من الاعدادات. بس متل ما قلت لك. تأكد انك تضغط على الشفت مرة واحدة قبل ما تطبق هالاعدات. عشان تشوف اللاعب عبير قوت من يعني من خلال بس كبسة ال W. وبعد ما تأكد منها شي تروح. وتيل كبسة الشفت من هون. شايفين شلون؟ بس من خلال ال W. احسا يجي واحد يقول لي طيب شون؟ انا بدي اركض بدون ما اضل ضغط على ال W. بدي بس اضغط كبسة واحدة على ال W عشان يركض. لا هالشي مش موجود للأسف. لازم اضل ضغط على كبسة ال W بس عشان تركض. بس هيك بال W يعني ما يصير تضغط ضغطة واحدة بس عشان يركضوا هاي. هالشي ما يصير لانك شلت كبسة الشفت اول شي. وتاني شي خليت خانة الركض بخانة الازرار. اه على التبديل. فهاشي راح. فلازم تضلع ضغط على كبسة W فما اتوقع ان هاشي يكون مشكلة. فهذا هو كان الفيديو يا شباب. بتماني اذا اعجبك اه لايك شير اشتراك تفعيل الجراس. السلام عليكم.